أندي أخرى تنافس على الهبوط وأندي أخرى تنافس عليك كراسي السوداسي قلت لك أنيه مانيش سبب في أي مشكلة لا جمهور يضرب ولا عمرة صارت لي مشكلة في الدخول ولا شيء أنا عندي مبارتين على أرضي نتكلموا على الخمس نتكلموا على البشاير نتكلموا على اتحاد المصراتي اللي نافس عليه السوداسي قلت لك أنيه مانيش متضرر لو عندك مشكلة عاقب نادي عاقب ملعب عاقب خصم نقاط عني شن دخلي بالتأكيد عبد الرزاق تو أنت الآن عقبت مش نقوله احنا الظالم المظلوم مثلا الأهل يترابل شن علاقته تعاقب بلون جمهور هل يترابس مدار شي جمهيرة الاتحاد تعاقب نفس الشي المدينة شن دارت المدينة جمهيرها مش تعاقبها حتى هي وهكذا حتى الآن دي اللي تلعب لوتها لما نقوله مثلا الملعب الليبي فرضنا أو أساريا أو الاتحاد المصراتي على المستوى السلاسي أو الخمس هلين عاقب النادي اللي قام بالشغل في ملعبة مش خارج ملعبة اللي خارج ملعبة هذا ما ليش علاقة هلين عاقب اللي في ملعبة طالما أنت نعاقبك يا عبد الرزاق العقوبة الأولى قلنا بغرامة مالية العقوبة الثانية بخصم نقطة العقوبة الثالثة خصم نقطتين أو ثلاث نقاط بعدين منعك منع كل من حضور جماهيرك في جميع المباريات هلين تكون العقوبة تكون حكومة عقوبة رادية ولكن أنك أنت في البداية لما قلنا ما ترجعوش الجمهور راه غلط وراه ما يصيرش وراه حتصير مشاكل راه ما زال قال لك لا نحن نبن أمن والأمور ممتازة اليوم نتفاجئ ومازال أسبوعين على نهاية الدوري يجي قرار بمنع الجماهير إذا خلاص كم من أسبوعين شو نديره بعادل كيف نهده الموضوع هذا أنا أشوف عبد الرزاق نتكلم عن نفسي راه وكعادل الخمسي والله ما يعني تعرفني ما يعني شي نادي والله بالعكس اللي تعرفني مدينة وكان يجد المدينة ديما في فورما لكن نقول كلمة حق أني أن نمتتل لوزارة الداخلية أني دائما مع القانون ودائما مع الأمن والأمان لأن وزارة الداخلية هي اللي لها القرار الأعلى وهي اللي عندها ناس في الوضع الأمني وعندهم الحس الأمني ويقول لك منع الشيء قبل وقوعه فهم ممكن شافوا أجياء راه وكل ما بنلعب وراه وممكن بتصير مشاكل راه ويصير إنه لقدر الله يراق الدماء راه ويصير التحام مع الجهات الأمنية لذلك خلينا حاولوا كيف نوقف الموضوع قبل ما يزيد يكبر وهذه هي رهية فأني دائما مع القانون ودائما مع مزارة الداخلية لكن شنو اللي بيش معاي عبدالزاق كنت تاخد القانون القرار من لول ياما من لول بالجمهور سمحني عبدالزاق ياما من لول تاخد القرار وتأمن للنهاية ياما من لول بدون جمهور حدث لكن تجي في وضع وتقول الجمهور يوقف هني شوفها بمعنىها صعبة جدا ولكن مع هذا هني مع وزارة الداخلية